موسيقى طبعا نحن نشكر جدا قناة الناس وما قمت به من جهد مشكور خلال هذه الفترة وابتكار هذا البرنامج الجميل لسفراء دولة التلاوة مما كان له الأثر الكبير في إبراز المزايا وإبراز ما تقوم به وزارة الوقاف المصرية من جهد مشكور داخل وخارج جمهورية مصر العربية في الحقيقة رمضان هذه السنة مختلف تماما على كل سنوات السابقة طبعا إن السيد معالي وزارة الأوقاف نشكره شكر جزيل على دعمه الدائم المستمر ورعايته الفائقة لأهل القرآن الكريم داخل وخارج مصر وفي الحقيقة من هذا المقام لا ننسى أن نشكر قناة الناس على جهدها المبذول طوال شهر رمضان كثير من الناس هناك في الدول التي كنا فيها شعروا بأنهم في مصر خاصة الجالية المصرية التي تعودت على الأصوات الحسنة والقراءات المنضبطة في مصر كان دورنا صراحة مؤثر بفضل تشجيعات معالي الوزير حفظها الله وتعالى الصراحة يعني شجع القراء وشجع الأئمة وكان له دور جميل جدا مع معالي المعاسيات الرئيس والحمد لله للناس في دشتة دول العالم بتسني على مصر سناء حسنا الحمد لله أكرمنا الله عز وجل بإمامة المسلمين في شهر رمضان المبارك وفي الحقيقة وجدنا حفاوة كبيرة جدا بالأزهر وكذلك مبعوثي وزارة الأوقاف بمجرد أن يروا الإمام يلبس هذا الزي تجد أنهم يتسابقون جميعا لالتقاط الصور معه كذلك حفاوة كبيرة جدا بأهل القرآن وسعدوا جدا سمعت هذا من كثيرين يقولون رمضان هذا العام مختلف عن كثير من رمضانهم الأخرى